السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حصة التقويم والدعم للوحدة الثالثة وحدة التغذية والصحة كراسة مرشدي في اللغة العربية الاستنى الثانية من التعليم التدائي انا بصراحة كنت مخدمتهاش ولكن تحطر بعديد من المتتبعات ومتتبعين الكرام طلبوها مني لان كان بعض الاساتدة اللي مازال مدرج حصة تقويم الدعم لهذه الوحدة وحدة التغذية والصحة نقرأ النصة بداية نحافظ على صحتنا زارتنا طبيبة المدرسة ثم قالت إنكم يا أولادي في صحة جيدة وعليكم أن تحافظوا عليها فالوقاية خير من العلاج أنصحكم بتنويع طعامكم واحترام أوقات وجباتكم وأن تأكلوا يوميا الخضرات الطرية والفواكه الشهية أما القطاني كالعدس والحمص والفاصول فهي تزيدكم طاقة وحيوية والأجبان والألبان تقوي وتنمي الأبدان مرتين في الأسبوع تناول اللحوم أو الأسماك أو البيضة فهي تنمي العقل وتقوي العضلات إياكم والإفراط في تناول المملحات والتهنيات والسكريات فلا ينتج عنها إلا السمنة والكسل في أداء الرياض الرياضات وفي الأخير وزعت علينا بطاقات الهرم الغذائي لتوعيتنا بالتنويع والتوازن في غذائنا أنجز أذكر فوائد أذكر فواكه أذكر فواكه وخضر أخرى أعرفها إذا فواكه فواكه وخضر نعرفها عندي مثلا طماطم طماطم بطاطس موزن موزن جزر موزن أذكر قطانية أخرى أعرفها عندي مثلا الفول الفول الجلبان الجلبان الضرة الضرة الطبيبة المدرسة الطبيبة المدرسة التلميذة قدمت لهم النصائح نعم قدمت لهم النصائح إذا ليس صحيحاً لم تجد الأطفال بالعكس قالت إنكم يا أولادي في صحة جيدة إذا ليس صحيحاً لم تجد بعض الأطفال مرضى وزعت الأدوية بالعكس بل وزعت هرم التغذية يعني بطاقة هرم التغذية وهي هنا وزعت علينا بطاقة الهرم العدائي ننتقل السؤال الثالث أضع كل كلمة في الخانة المناسبة بصل ماء طماطم عدس الجاس بطيخ درع حليب جزر دجاج برتقال إذا لدي البصل يندرج في خانة الخضر بصل ماء في خانة السوائل ماء رمان خانة الفواكه طماطم ما يشاوى على الطماطم أنها من الخضر ولكن بالعكس الطماطم فهي من الفواكه الطماطم في خانة الفواكه طماطم طمون أرزن خانة الحبوب أرزن عدسن أيضا في خانة الحبوب أرزن 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 بطيخ خانة الفواكه أرزن 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 اللحوم مليئة بالبروتينات قوة للعضلات تتنمي المعضلات الفواكه الطاقة والحيوية أيضا الأجبان قوة للأبدان الأجبان السمك أيضا بونه طماطم خانة اللحوم الطاقة السمك قوة للعضلات تدر البيض ايضا قوة للعضلات العدس الطاقة والحيوية اذا الخضر والفواكه والعدس للطاقة والحيوية اضعوا العلامة فوق الكلمة الغريبة لدي سلم سلم سائل سلم كما تلاحظوا سلم سلم من عائلة سلم اذا سائل هي الكلمة الغريبة هنا املأ شبكة مفردات كلمة الفواكه ما هي شبكة مفردات الفواكه مثلا برتقال تفاح عنب تين نستطيع ان نضيف تمر رمان بالطيخ الى غيرها من اسماء الفواكه اضعوا دائرة حول اللام التي لا تنطق اللام التي لا تنطق هي اللام الشمسية 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 اذا المحافظة اللام تنطق هنا الصحة كما تلاحظوا عندي الشمسية هنا اذا اللام لا تنطق الفواكه الشمسية العناب اللام تنطق الشمسية التمر اللام لا تنطق الشمسية اذا الصحة والتمر لا تنطق اصنف ما يأتي حسب المطلوب كما في المثال كما تلاحظون لدي الهمزة وهمزة القطع اذا الكلمات الجوز اكل اللفت اليقطين اشكر احمد الطعام اكل هنا لدي الهمزة هنا همزة القطع الجوز اذا اكل والجوز مكتوبة اللفت في هاته الخانة اللفت اليقطين اشكر احمد احمد كما تلاحظوا الهمزة 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 مأكل همزة متوسطة على الالف اذا بئر على الياء همزة متوسطة على الياء سؤال همزة متوسطة على الواق اكتب اكتب اسماء الرسوم كما في المثال العنب الجزار الجزار البصل البصل التمر 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 الزيتون نتقل سفحة الاخيرة احول انت اشرب حليبا انت اشرب حليبا انت اشربي حليبا اشربي اشربي حليبا انت لا تكثري من أكل الحلوة هنا عندي الامر هنا عند نهي لا تكثري من أكل الحلوة أنت لا تكثر لا تكثر من أكل الحلوى من أكل الحلوى أتمم أنا أشرب الماء أنتما تشرباني أنا أشرب الماء أنتما تشرباني الماء هما كما تلاحظوا عندي هنا الصورة للمذكر هما يشرباني الماء إذن يشرباني للمذكر يشرباني كما تلاحظوا هنا عندي هما للمؤنث هما تشرباني الماء هما تشرباني الماء ثلاثة عشر أتمم صحتي جيدة لأنني أكل خضرا وفواكه ولحوما ولحوما وقطاني نستطيع إضافة سمكان أجبانان يمكننا هنا ندير أي حاجة يعني صحتي جيدة لأنني أكل خضرا وفواكه ولحوما وقطاني أنجز برنامج غداء المتوازن أختار من الهرمي الغدائي وجبتي المتوازن لكل يوم أيام الأسبوع اختارت لكم بعض أيام الأسبوع يمكن لكم تكملوا بشي ما بغيتو ثلاثة أيام الباقية أنا خدمت معكم هنا أربعة وكما كنت لاحظوا جاءت الكتابة جاءت شوية مكتبة وكتبت قبل ما نسجل الفيديو بصراحة لأن عندي صعب التصوير نأخذ واحد البياسة لأن هلت هرب لي هرب لي على أين نكمل الانجاز بالنسبة للاثنين خبز كامل يعني كما نقول خبز القمح الكامل زائد الجبن زائد الحليب ولاحظوا هنا أي وجبة ضروري لأن الماء ضروري في كل وجبة نضيف الماء لإثنين الفطور خبز كامل الجبن الحليب بالنسبة الغداء دجاج خضر فواكه بالنسبة للعشاء حساء خضر بيض مسلوق يمكن نضيف ياغورت أو سلطة فواكه بالنسبة اليوم الثلاثة الفطور خبز زيت زيت الشاي أيضا الخبز كامل خبز الدقيق الكامل بالنسبة الغداء عدس سمك عصير برتقال بالنسبة العشاء حساء شعير سلطة فواكه بالنسبة العشاء هنا لا تنسوا الماء بالنسبة اليوم الأربعاء رقائق دورة خمس تمرات زائد حليب الغداء لحم خضر وفواكه العشاء قطعة خبز زائد سلطة فواكه هنا سلطة الفواكه يوم الخميس الفطور خبز كامل الجبن العسل بالنسبة الغداء أرز السمك وخضر بالنسبة العشاء بيض خمس سمرات ياغورت أو سلطة فواكه هنا أصدقائي نجعل حرية الاختيار هنا أصلا البطاقة يمكن لكم أنكم تنزوها في 1 ميل منفاصل لكي لا تأتيكم الكتابة واضحة استودعوكم الله ودائعوه مع السلامة المترجمات المترجمات